موسيقى أولا من خبرتي ومن دراستي للهوت الأرثو دوكسي فإن الكاهن لا يغفر الخطايا وأن الذي يغفر الخطايا هو الله وحده وأن غفران الخطايا في العهد الجديد ليس معناه الصفح ولكن أكبر من الصفح معناه التطهير من الخطايا ما يعني إيه كان يغفر ويسامح الغفران هنا معناه أنه يسمح للآتين إلى الشركة المقدسة أو الآتين إلى الإيمان بالدخول أو عدم الدخول يبقى هو غفران إداري زي ما أنا أب الأسرة أغفر لابني غلطته أقول له أقعد كل ما عانا مثلا كنت مع أقفر مثلا بالضبط كذا فده واحد إمال إمال إيه فايدة لأعتراف بها بس أنا قبل ما أقول إيه فايدة لأعتراف عايزة أقول حقيقة مهمة جدا في اللهوت الأرثو دوكسي وهي أنه الكنيسة لم تقل بأن كل كاهن يبقى أب أعتراف ولكن كان هناك في كل كنيسة من يختار ليكلف بهذه المهمة من الشيوخ الناضجين الأطقياء المشهود لهم فكان بيختار مين الكاهن اللي يقوم بهذه المهمة اللي هي إيه بقى اللي هي أنك بتروح لدكتور نفساني وأب وراعي بيرشدك وبيعلمك وبيحللك مشاكلك وبينور فهمك للحقائق فإذا بهذا الشكل تقول لي إيه رأيك في الأعتراف يعني بركة كبيرة جدا لما تتعامل صح ومعونة للإنسان وكمان مش بس كده مش مجرد إرشاد فيه فيه ناس بيبقى ضمرها مسقل بإحساس الزنب ومحتاجة تنفس وتقول وتلاقي حد يسمعها ويساعدها على الخروج من الورطة اللي هي فيها وكل ده بيعمله أب الاعتراف فيه ناس مقيدة من الخطيئة بقيود روحية وطبعا أب الاعتراف بالمواصفات اللي أنا بتكلم عليها بيقدر يساعدوا ويصلينوا موسيقى 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 موسيقى